للدرجات دي علم للفتن وتشخصها وتحليلها وإيه اللي هيحصل بكرة وإيه وإزاي وإزاي نخرج منها وإزاي كذا إلى آخره عامل شبيه باللي عملوا الغرب في علم المستقبليات لكن من البداية جابوها من حديث جبريل جبريل لما جاء يعلم الناس أمر دينهم سيدنا عمر قال دخل علينا رجل شديد وبياض الصياب شديد وسوادي الشعر لا أعرفه أحد منه وهم عارفين بعضه كله وليس علي أثر الصفر معلش الغبارة بتاعة واحد مسافر صحيح ده كأنه طالع من حمام من ديماس فجاء فجلس إلى النبي فجعل رجبتيه إلى رجبتيه ووضع يديه على فخديه على هيئة المتأدب يعني وسألوا ما الإيمان ما الإسلام ما الإحسان متى الساعة يبقى الأسئلة كانت كام سؤال أربع فراح المسلمين بناء على كده عملوا التصنيف العلمي المنهجي للمكتبة الإسلامية واخد بالك عملوا الكلسيفيكيشن التصنيف زي تصنيف ديوي كده زي تصنيف السوفيتي زي مش عارف ايه ها عندنا التصنيف ومن الأول كلام اللي أنا بقوله ده حكاية حكاية من 1400 سنة وازين بصوا كده قالوا الله دي الحكاية مربعة مربعة ليه لأنه مربع أسئلة سأل عن الإسلام فعملوا الفقه الفقه ده احتاج إلى أصول واحتاج إلى قواعد قبله أصول وبعده بعد مناتق قواعد فعملوا أصول الفقه وقواعد الفقه وسأل عن الإيمان أو ده التوحيد والعقيدة علم الكلام كذا علشان نرتب الأمور ونشوف نخدم ازاي الجانب ده وسأل عن الإحسان اللي هو التصوف اللي هو أعمال القلوب اللي هي الأخلاق يسميها كل واحد ما يريد أن يسميها ولكن اشتغلوا عليه وسأل عن أشراط الساعة الاستعداد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بعست والساعة كهتين كهتين يعني خلق أنا آخر واحد the last testament يعني آخر عهد في العهد الأديم بتاع سيدنا موسى وقوم وبعدين في العهد الجديد بتاع سيدنا عيسى وقوم في بقى ده العهد الأخير اللي هو بتاع سيدنا محمد وقوم صلى الله عليه وسلم إذا كان في عهد بين البشرية وبين الله موسى وضحه عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك عيسى وضحه عليه السلام وكذلك محمد وضحه عليه السلام فإذا عملوا التصنيف ده اللي هو يتكلم عن كده قال طيب لس ففي حتة رابعة ايه الحتة الرابعة قالوا الفتن فقال لف نعيم بن حمد الفتن كتاب اسمه كده هو الوحل وكده الفتن اسمه كده اللي حضرتك بتسأل عنه الفتن لنعيم بن حمد نعيم ده واحد من المحدثين الكبار وجاء جامع بقى الحاجات اللي الفتنة دي امتى ازاي شكلها ايه ايه الحكاية ايه الرواية سببها طب نخرج منها ازاي طب نروح فين طب نروح فين يبقى إذا ده علم بقى ده احنا بنتكلم مش إنه حالة ده علم وعلم ممكن إنه يتحول بدراسات هي العميقة إلى علوم مختلفة تتبع علم الاكتباع البشري شوف ضاع علينا قد ايه من الخير لما قلدنا الآخرين وما أبدعناش من داخل المنظومة المعرفية بتاعتنا أو البرادايم شيفت بتاعنا ما 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 كأنه ما فيش إبداع لا ده الناس شوف أبدعت هذا الإبداع وهذا الترتيب وهذا التقسيم وكده إلى آخرين وكلهم هم مطمئنين إنه دول معتمدين ظهرون كده بالكتاب والسنة فالفتن الحقيقة أنا عايز أنبه على أنها مدخل جيد للدراسة والتعلم والتحليل أكتر من إنها مصايب بتكتنفنا وبلاوي حوالينا وإن إحنا في عصر زي بعضه أو في عصر مش زي بعضه وبندخل في جدليات أنتوا يأسين من الحياة ولا إيه ده الحياة لنها بمبي وأنا جنبك ونت جنبي وهندخل في موالت لأنا عايز حتة تانية عايز مدخل آخر وهو دعوة العلماء والمفكرين إلى ذلك التصنيف الأصلي ودراسة هذه الأمور كأمور علمية بتصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبتتبع الواقع وبترصده رصدا علميا صحيحا وتحلله وتبني على هذا التحليل كيف نتعامل حتى يفوز الإنسان بالرفاهة وبالسعادة لأن هذا الدين غايته سعادة الضريل ترجمة نانسي قنقر